ينضم إليه الآن الزميل محمد جمال مرأس للقائرة الإخبارية من مقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة محمد أهلا بكم الذي دار في هذا الاجتماع الذي جمع بين الوزيرين المصري والفرنسي على خلفية ما يحدث في قطاع غزة والدور المصري والفرنسي في ذلك الشأن نعم همام هي جولة شرق أوسطية هي الأولى من نوعها الوزير الخارجية الفرنسي بدأها بمصر ثم يستأنفها بالذهاب إلى الأردن ثم إلى إسرائيل ثم إلى فلسطين وصولا إلى لبنان بدأ هذه الجولة بمصر وفقا لتصريحاته نظرا لأهمية الدور المصري في معالجة القضية الفلسطينية لا سيما في ظل العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة الجولة بدأها الوزير الفرنسي بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وناقش الملفات ذات الاهتمام المشترك لا سيما القضايا الإقليمية الدائرة هذه الفترة عقب ذلك التقى بوزير الخارجية المصري سامح شكري وعقض جلستين من النقاشات الجلسة الأولى كانت مغلقة ونقش فيها عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك أعقبها بجلسة معلنة وثم مؤتمر صحفي تحدث فيه الوزير المصري عن أهمية التعاون المصري الفرنسي على مستوى معالجة القضية الفلسطينية وتلاقي واتفاق تام في الرؤى ما بين الدولتين حول هذا الملف والقضايا الإقليمية الأخرى ذات الاهتمام المشترك وأكد الوزير المصري أن قضية العدوان على غزة كانت في صدارة القضايا التي نقشت خلال هذه الجلسات إلى جانب الطبع السماح بدخول المساعدات الغذائية والإنسانية والطبية إلى قطاع غزة إضافة إلى ضرورة الوقف الوقتي لإطلاق النار إلى جانب الطبع الاعتراف بالدولة الفلسطينية وخطورة تساحدة الصراع الدائر حاليا وتأثيره بالطبع على الوطن العربي والشرق الأوسط بأكمله أما عن الوزير الفرنسي فخلال مؤتمر الصحفي ثمن الدور المصري في دخول المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية إلى قطاع غزة وأكد أن هناك تطابق تم في الاتفاق وفي الرؤى ما بين مصر وما بين فرنسا لمساعدة فلسطين ومساعدة المتضررين داخل قطاع غزة من الصراع والعدوان الدائر حاليا من قبل إسرائيل على قطاع غزة إلى جانب بالطبع نية فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية ذات السيادة المستقلة وأن هناك نية لاستمرار التنصيق ما بين مصر وفرنسا لتعزيز هذه الجهود للوصول إلى اتفاق حول تلك القضية بالطبع هذا الوزير سوف يستمر في جولته التي تستمر على مدار ثلاثة أيام وللقاء عدد كبير من المسؤولين في منطقة الشرق الأوسط لتمهيد من جديد إلى المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وهي مبادرة الأمن والسلامة للجميع تلك المبادرة التي تحظى بأهمية ومناقشات مستمرة من قبل الشرق الأوسط الوزير خلال هذا المؤتمر أشار أيضا إلى إرسال فرنسا إلى ألفين طن من المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية إلى قطاع غزة وقال أن الدور المصري يجب أن يكون محمودا لدى الجميع خاصة في ظل العدوان المستمر من قبل إسرائيل على قطاع غزة شكرا جزيلا محمد جمال مرسل قرارة الإخبارية من مقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة شكرا جزيلا لك